اولا رسائل دعم رسائل صديقة من الناس بتخلي فيه مسؤولية اكبر على حذك انه فيه ثقة الناس اللي حاجة تبقى نائب موجود وبالتالي توفر لهم وتحقق لهم الحاجات اللي عايزينها لانه واضح انه مش حاجة بتتعامل زي مواما قالوا في التقرير يعني انا الحقيقة المطالب اللي طلبوها كلها مطالب مشروعة ومن حقهم نحقق اي مواطن في مصر انه يعني يعيش مع اياك حرة كريمة وكلهم بيسعوا انهما يعني يعني يشتغلوا ويكلهم ايش ولازم يتنظم العمل بتاعهم لازم الناس اللي بقى يعني الجائلين دول لازم ينظم عادتهم ونشوفهم يعني عمل يبقى مستقر وحنشوف انا برضو حكلا انا مقدر سواء بحاجة ده وقت لان ده حاجات رحمة السلطان دي نكلم فيها لكن انا عايز اقول ان احنا يعني في مشروعات خيرية بتتم انا مقدرش اكلم عنها دي بادي لكن كل اللي انا شفتهم دول بنرسل طلباتهم وسيق تماما انه يعني خلال وقت قليل جدا هتحل مشاكلتهم بطريقة او باخرى وربنا اضرر ان انا اسعد الكل على قد مقدر لانه خاصة يمكن عزل العلام عندهم ولاد علام الحقيقة عن دهم عن دهم الحقيقة مشاكل كتيرة وارد اللواء عن دهم مشاكل كتيرة وفي اماكن كتيرة دايرة بتاع الدقي والعجوزة فيها مشاكل كتيرة جدا ميت عقبة بيشتكوا برضو من حاجات كتير رغم رغم ان امكانيات الدايرة دي قوية جدا يعني لما تدرس الدايرة تلاقي دي مدينة رياضية انت عندك كم نادي نعم عندك نادي الصيد نعم ونادي الترسانة نعم ونادي الزمان نعم وبعدين عندك حتة ميت عقبة دي فيها اكاديميات وفيها حاجات ممكن تطلع منها ابطال وخبالك فالتخصصية في الرياضة نفسها مش كل خدم بس دا انت عندك ملاكمة وعندك مصارعة وعندك اه العب قوة وعندك يعني انت ممكن تخلق من دا اولا فرص عمل ثانيا تطلع منهم ابطال تطلع منهم افكار جديدة قدوة لبقية المحافظات دا ضمن الدراسة يعني ضمن الحاجات اللي احنا بيكلم عليها ان شاء الله في المواطنة دي وبين السرايات الحقيقة برضو ظلمت نعم بين السرايات عاوزة شوال جامع جدا وانا يعني انا حقيقة كنت عاوزة ارحلهم بكرة عامل كولة هناك ونعمل مطار معهم لكن طبعا بنحترم القواعد اللي صدرت في حاجات في ده 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 فيه انا عندي كمان بعض المكاتبات انت عندك عشرين طلب بالدعي عندي تشوف الجواب ده يوسف على الشاشة اللي فيه خمستاشر تقريبا وفعنده خمسة تانية وخمسة تانية هذه الخمستاشر هولا وسمحت عشان نشوف ايضا طلبات الاهالي في دائرة الدقي والجيزة والعجوزة ايوة نشوف اللي بعدها دي الطلبات او دي الحاجات اللي هي ارسلت لها السيد المحافظ اللي هو احمد راشد ايضا في حاجات اخرى يوسف اعتقد خمس حاجات تانية ربما نتكلم على عشرين مشكلة لأهالي دائرة وفيه برضو نفس العجوز والعجوز والحكية والعلام يعني نتكلم هنا الطلب الرئيسي واخد كل المنطقة بالكامل جيزة ودقي والعجوز بالضبط كده وحتى بالنسبة للموضوعات اللي اصيرت على موضوع الرصف واشترع النيل وما يتعلم كل ده محطوط في الورع في الطلبات بس سليمان جوهر لما نسمي تتكلم عليه ده واضح انه فيه مفيش حاجة يعني سليمان جوهر أصول البائع البائع الجائلين قاعدين فيها على الشمال واللي بيهر وقفين الطريق وطبعا فيه نواحي صحية بتتدخل في القصة دي ونواحي توعية وما يعني انت عارب برضو ما تعرفش اللي بيبيعه ده لكن هما غلاب لازم نوفر فرصة عمل ليهم لازم الشباب اللي مجهودة نقول له تعالى ونتبناه ونشوف له بديل أو نعمله ترقية في مكان تاني ما نتتابش للست الغلبانة دي تتتاب ولا الشباب اللي طالد ده يتتاب ده دور النائب برضو انه يعاور فيه ايجاد هذه الفرصة وانا بوقع ان شاء الله اللي اقدر اعمله اعمله واللي اقدر اوصي بيه ده غيري من الحكومة او من الحافظة تعمله بس مش حاسين بالمشكلة دي كده